اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ساد يومانيه لانتقاله لباير ميونيخ لكنا بنتكلم على عقده بنتكلم على انتقاله من الناحية التسويقية لكن كمان مهم جدا ان احنا نعرف ازاي الناس دي بتشتغل ازاي يكون باير ميونيخ اختار ساد يومانيه لطريقة لقب باير ميونيخ هل مع رحيل لفندويسكي هيكون هو الرأس الحربة الاساسي طب لو قاعد لفندويسكي هيبقى ازاي التوليفة او التشكيلة بتاعة الباير كل ده من خلال طبعا نجمنا المتميز دايما محمد الباز اللي بعرفنا طرق زي ما بقول دايما برا الصندوق محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني طبعا بنتكلم على سادي يومانيه والسؤال اللي بيدور احنا بنتكلم على البريمير ليج وبنتكلم على البندس ليجا ستايل مختلف تماما طرق اللعبة مختلفة كمان بنتكلم هل سادي يومانيه يعتبر الورقة الربحة للباير من خلال موسم الانتقالات الصيفية تقولي تأكيد يعني سادي يومانيه هيعمل مشكلة كبيرة جدا للباير ميونيخ على عكس ما متوقع يعني الناس بتقول هيكون يعني تعويض كبير او هيعوض رحيل لفندوسكي في حالة رحيله الموسم الحالي او الموسم القادم انا شاف لا يعني هيعمل مشكلة كبيرة جدا من ناحية التكتيكية من ناحية الخططية مشكلة ايجابية ولا سلبية مشكلة بالنسبة لهم لتنين يعني سلبية هتكون اكتر على وجود نجوم كبيرة جدا في الباير ميونيخ عاملين ارقام وشغل عالي جدا مع الباير ميونيخ تقريبا هيكونوا لهم مكانة كبيرة على الدكة لفترة الجاية وحنشرح التكتيكية هتشتغل ازاي ولكن قبل ما نخش على الحتة ديت خلينا نبص على سادي ومانيه كان شغال ازاي مع بايرن مع ليفر بول في طبعا الست اعوام او الست مواسم الماضية سادي ومانيه يا كابتن هاني جاب مية وعشرين هدف في الست مواسم الماضية مع ليفر بول المية وعشرين هدف دول لو لو نيجي نحللهم وجود منين بالزبط كلهم تقريبا يعني تسعة وتسعين في المية منهم من داخل منطية الجزاء وبالتحديد من جوه الستة او من قريبة من الستة يعني دايما هو متواجد في البوكس بداية سادي ومانيه مع يورجون كلوب كان دايما معروف ان هو بلعب جناح ناحية اليمين في البداية خالص ثم تم طبعا نقله مع التبديلات والخطط التكتيكية ليه يورجون كلوب راح ناحية الشمال ليه احنا عايزين نشرح المراكز بتاعة سادي ومانيه لان هي هتورينا ازاي هو هشتغل مع باير ميونيخ في الوقت الحالي لما بعد انتقال سادي ومانيه للبوزيشن التاني او المركز الجناحي الشمال طبعا ظهر بشكل كبير جدا شكل متميز جدا شفنا في مبارات كوية جدا واهدافه وكل يعني وشفنا في المركز كمان في الاخر شفنا في مركز تسعة وده بقى بسبب وجود دياز وجود دياز في الفترة الاخيرة في النص الموسم الاخير ده اكبر يورجون كلوب ان هو يلعب بسادي ومانيه يعني راس حربة صريح او مركز تسعة رقم تسعة تارجت مان وده اللي شفنا وده ممكن يكون عامل قوي جدا حيساعد البير ميونيخ من ناحية التكتيكية نتكلم عليه رقميا وجود سادي ومانيه لما لعب تسعة لعب حداشر مبارات كابتن هاني كان مركز تسعة في المبارات في النص التاني من الموسم الماضي في الدورة الانجليزية في حداشر مبارات احرص ثمن اهداف ده معدل كبير جدا يصل لتنين وسبعين تلاتة وسبعين في المية على العكس لما بلعب جناح شمال وده القوة بتاعته الظاهرة طبعا يعني العدد الاهداف كانت اقل ده بيخلينا شوية نشوف المرونة التكتيكية لعند سادي ومانيه بدايته كجناح يمين ثم جناح شمال لفترة طويلة جدا ثم في النهاية لعب كمركز تسعة ازاي ده هتأكس على البير ميونيخ مبدأين قبل ما نخش في الحالات ونشوف تكتيكية لو نشوف التشكيلة بتاعت بير ميونيخ شكلها يكون عامل ازاي الموسم القادم مع وجود سادي ومانيه جايبين التشكيلة معنا يعني ممكن نبص عليها طيب احنا هنا في حتة زي ما قلنا هتعمل مشكلة كبيرة جدا لناجلسمان المدرب الألماني طبعا مدرب بير ميونيخ هيلعب ازاي هو دايما معتاد انه يلعب 4-3-3 وجود سادي ومانيه هنا عامله مشكلة مشكلة من ناحية خطة اللعب او السيستم اللي هيلعب بيها في الغالب هيلعب 4-2-3-1 في الحالة دي طبعا هنشوف مانيه بناحية الشمال احنا نبص على التلت الهجومي معنا ده في وجود روبرت ليفندوسكي كرقم 9 بالوقت انت موجود ليفندوسكي موجود ما انتقل شوه بالتالي هو ده في مركز راس الحربة بتكلم عن التلاتة جنابري مولر ومانيه ده التلاتة اللي تحت بالنسبة طبعا جورتسيا وكيمش يعني كيمش وكيمش ده لهم العمدة الاساسية لنص ملعب حتى المنتخب الالماني المانشفت عايزين ننوه هنا على مزراوي مزراوي ده طبعا الوافد الجديد لصفوف باميونيخ اللعب المغربي لعب ايكس امستردام طبعا هيكون دافع قوي جدا لصفوف الباميونيخ نرجع للحطة الفنية يعني احنا بنقول دايما وجود ساديومانية حيلعب ازاي هل دايما فعلا هيتمد عليه كجناح شمال بالشكل دوت تحليليا او تكتيكيا يقال لك قابتن هاني ان ممكن يلعب زي هاف ناين بيسموها تسعة ونص تسعة ونص فهو يلعب تسعة ونص لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لوجود جنبري ووجود طبعا كومن وخليلها لك موجود ساني ساني احنا عندنا تلات لعبين احنا نتكلم من ناحية السرعات يعني السرع بتاعتهم قياسيا بتصل لخمسة وثلاثين كيلو في الساعة التلاتة شبه بعض سواء كان كومن كومن يعني ستة وثلاثين يعني كومن اصراحهم اصراحهم احنا عندنا قوة سريعة جنبري حتى أربعة وثلاثين يعني كيلو متر كيلو في الساعة يعني لا حاجة سريعة جدا سرعات عالية طيب يعني تسعة ونص حيلعبها مني وده الخبراء ايضا في المانيا حتى لو تمتويا ستتكلم في الحتة دي اتقال حيكون من الصعوبة ان احنا نعتمد بشكل كبير جدا على مني من ناحية جناح شمال لوجود كومن كومن عمل مباريات هائلة وقوي جدا ما ننساش ايضا جمال موسيالا جمال موسيالا شاب أفضل لعب في الدوري الماني كشاب وده لو قلت حضرتك في البداية كابتن هاني حيسبب مشكلة كبيرة جدا لنجوم كبيرة زي كومن زي جمال موسيالا هما يعودوا على الدكة في حالة وجود ساديو ماني طب في حالة رحيل ليفندوسكي هل ساديو ماني حيلعب الدور دوت اللي هو رقم تسعة ده محتمل بشكل كبير جدا ولما تكلمنا بالارقام في حالة وجود دياز وتعمل طبعا تحليليا على تاكتك بتاع ماني في وجوده رقم تسعة أرقامه هيلة جدا هتساعد طبعا في حالة رحيل ليفندوسكي هنشوف بالحالات دلوقتي إزاي هو بيشتغل ماني أصلا يعني ماني طبعا معروف دائما دايما أهدافه من داخل البوكس أو من داخل منطقة الجزاء احنا اخترنا بعض الحاجات اللي بتميز ساديو ماني في تحركاته يعني احنا ممكن نبدأ بالمثال ده تاكبتن هاني هو يعني ماني بيكون فين دايما ماني زكي جدا في تحركاته في الجانب الهجومي يعني هنا كان بيلعب كجناح شمال اللي احنا الكرة بدأت من محمد صلاح في النص يعني احنا هنكمل هنبدأ نشوف تحركاته عاملة ازاي دايما ماني بيخلق نفسه مساحة بقوته بسرعته بيبدأ في لحظات في فهمتوسك دايما تلاقيه جوه البوكس الكرة بتتلعب له بشكل من خلف المدافعين بيدرب بيها طبعا خط الدفاع دايما بتلاقيه سبق المدافعين طبعا ضرب الافصال لعبها بشكل كويس جدا سبقهم بخطوات بسيطة جدا بسرعته وقوة عندنا بعض الامثال نفس الكلام يعني دايما تلاقيه ساديو ماني بيكون ورا بيسبق بسرعته مع عنده وعنده الفنش كمان هاي يعني ساديو ماني من اللعيب اللي عندهم فنش وعنده هدوء في الفنش بشكل أكتر من رائع وبالتالي ده طبعا اللي بقول عليه ده بيساعد أي لعيب جوه الثمانتاشر أنه يسجل أعداد كبير من الأهداف طبعا صحيح يعني ساديو ماني أحرز 16 هدف للموسم الماضي يعني برضو بنشوف تحرقاته يعني ده أبرز الأهداف اللي أحرزها الموسم الماضي مع طبعا ليفربول 16 هدف احنا عندنا برضو جدول يعني بورحلها خلينا نروح كمان للجدول ده كمان الجدول الإحصائي أو للرقمي كمان لصاديو ماني نعرف من خلاله تفوقه في رقم 9 في الفترات الأخيرة اللي لعب فيها كراس حرب مع ليفربول أديه كان مؤثر وأديه جاب أهداف هنشوف كل دوت بعد الفصل